إذا تم توجيه دعوة أو مناظرة من قبل الرياضة العدساني إلى مجموعة من بين قوسين مجازن المتهمين في هذه القضية أو من تدور حولهم بعض الشبهات عندك استعداد أن تطلع وتناظرهم سواء في ندوة عامة أو عبر برنامج المنصة أكيد ولكن في السابق كانت هناك محاولة أو دعوة ممكن وجهتها في ذلك الوقت كان النائب المبطل نبيل الفضل للمناظرة هو رفض المناظرة هل تعتقد أن البعض سيتجاوب مع دعوتك هذه؟ لا لا دعني أوضح الجزئية هذه أي جزئية؟ قالت الكاتب نبيل الفضل أن طلق مناظرته لم تكن بهذه الصورة كما ادعى فيها في العلن الإعلامي الفاضل لقدره واحترمه على الحسين زميننا في الوطن بالوطن نعم نوجه لك التحية قال لي أن يبيني في برنامج المشهد السياسي عساس أنه تكون مناظرة بيني وبين أحد النواب تضخمة حساباتهم فقلت له ما عندي مانع أنا جاهز المهم رفضوا فبالتالي من اللي رفض؟ النواب تضخمة حساباتهم رفضوا فاللي حصل من ضمن الشغلات فخلاص الحين يا أما أكون أطلع أبروحي أو أن أكون محاور مع إحدى المحامين فذكرت مع كل التقدير للمحامي أنه ما عنده موقف سياسي ما هو ناء في البرلمان عساس يكون فرضا أكلمة في قضية أو أكلمة فقلت له يا أبروحي يا خلاص بالتالي صارت مكالمة ثانية فقلت له أنا بقولك على شخص وأنا أدري أنه ما رح يطلعه أنا كنت على علم أن الكاتب نبي الفضل لن يواجه أنا على علم هذا الشيء فقلت له قول حق نبي الفضل هذا كلام ترى من ستة شهر أنا كنت نائب مبطل وكان في مجلس المبطل الثاني في خصوص موضوع الإدعاءات أنا على أساس أنه يواجهك ولا بشكل عام؟ لا لا هو يقول أنا ناظر أي واحد مستعد فقلت له أنا على أساس أثبت لك قل له ولا أني ما رح يطلع لأن نبي الفضل ما ناظر أصلا ولا شخص حتى النائب السابق فيصل مسلم أدري فيه بس كنت بكشف هذا الشخص أنه مجرد أقاويل من غير فعل فقلت له مو الهدف أني أناظر أنا أدري أنه رح يرفض ورفض وما قال والله فرضا لا رياض أصغر مني سنة قال لا رياض طيب ما بيصطدم معاه هذا اللي قاله هذا اللي قال عسى أوضح النقطة بس أنا بأوضح جزئية أساسية أنا ما بأطلع للموضوع موضوع المناظرة أنت لا زلت بستعد أنك تتناظر أناظر أي شخص تضخم حسابه تتعلق فيه موضوع الإدارات تضخم حسابه باختصار بس اللي بتقوله أما بخصوص نبيل فضل إذا قال وهو بالسابق أن أنا أكبر منه سنة ومعناظرة من هالكلام إذا لماذا تطلع في كل قناة تتكلم عني ما دام أكبر مني سنة في ذاك الوقت يعني تقصد لا الحين التراب مفروض الترفع على كلامه لماذا تكتب مقالات كل مرة لأنك أنت ما عنده قدرة على المواجهة الحين تقصد يعني فيما يتعلق حتى التعليق على الاستجواب لا لا قبل استجواب فترة ولا الحين النقطة اللي بوضحها طلع في إحدى القنوات قال يوم قاله وحق الأمير لأنه اسمح لك ليش ما تكلمت أنا ما تكلمت في جريدة القبس بتاريخ 17-10-2013 قلت مناصحة الحاكم تكون في السر وليس على رؤوس المنابر في جريدة الوطن اللي أنت تكتب فيها في المنشية العريض تهديد الأمير مرفوض يعني أنا بعرف هل الحين لك القدرة أنك تعتذر بس أنا بوضح شغلة وحدة أنا ما نتكلم كثير عن نبيل الفضل لأنه بالنهاية إذا وجهنا لدعوة الأستاذ الفضل نبيل الفضل لمناظرتك لا صار نائب ناظرة الكاتب الصحفي النقطة ثانيا أنا عندي نبيل الفضل إذا وجهنا لدعوة لنناظرك تتقبل بالناظرة إذا صار نائب يصير كاتب صحفي لا رح ناظر النقطة الموضحة دائما أنا أتكلم بشكل عام إذا تانكي فاضي طقيته طلع صوت وإذا متروس ما يطلع صوت هذا هو الجهة تحية حقا بالفضل طيب نحن نحفظ على أي كلام قد يفهم مننا نوع من الإسان